كثر هم ضحايا الحرب في العراق وهذه الفتاة إحدى ضحاياها نور الطائي من مدينة الموصل فتاة عشرينية أحال المرض عينيها إلى بياض عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها حيث انقطعت سبل علاجها بسبب الحصار الذي فرض على المدينة عام 2015 ما جعل من السفر خارج الموصل لإنقاذ عينيها مستحيلا لتفقد نور بصرها تدريجيا فقدت نظري على أثر مرض اللي هو ضغط العين بوقتها كانت الموصل تحت احتلال تنظيم داعش فما تقنأ أنه مثلا أطلع أو أتعالج فتفاقى من المرض الحد ما فقدته نظري الحمد لله بدعم الأهل تقتوا أني ما أنعزل مثل ما معروف عن المكفوفين بمجتمعنا أنه منعزلين عن العالم لا أهلي شجعوني أنه أطلع على المجتمع أختلط مع الناس أحاول أني أغير نظرة المجتمع للمكفوفين أن الكفيف شخص عاجز أنا حاليا لأب العكس يعني معتمدة على نفسي بشكل شبه كامل داخل البيت أكيد يعني أحتاج مساعدة أحيانا ولكن أنت قل قل أن أنا داخل البيت مستقلة بنسبة 80% أو يمكن أكثر ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل لطالما أرادت نور العمل في مجال الإعلام ووضعت حلمها نصب قلبها فلم يمنعها فقد بصرها من تقديم برنامج في إحدى المحطات الإذاعية بعد دعم كبير من ذويها لسيما والدها تجربة شجعت نور على إكمال دراستها في كلية الإعلام بجامعة الموصل بعد تفوقها في الدراسة الإعدادية بتشجيع من أهلها نور التي لم ترى النور منذ سنوات رفضت الاستسلام للواقع الذي هي فيه وأثبتت لنفسها وللعالم بعد أن أصبحت مذيعة بإحدى الإذاعات أن الإنسان لا بد أن يحلم فالأحلام مشروعة وتحقيقها ممكن في أصعب الظروف ليس ذلك فحسب بل أن طموح المذيع نور أن يصل صوتها إلى الجمهور على مستوى المنطقة أو حتى على مستوى العالم